بعد ثلاثة اجتماعات عقدها خلال الأسبوع الماضي لبحث التطورات على جبهة غزة ومآل الأمور نحو التسوية أو التصعيد مع حركة حماس لم يتوصل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إلى موقف معلن متفق عليه من الواضح لكل عاقل أن إسرائيل حتى الآن لم تقرر في أي اتجاه تريد السير بخصوص غزة هناك أمر وحيد واضح ويبدو لي أن الجميع موافق عليه حتى أن وزراء في الكابينت يتجرؤون على قوله لكن ليس أمام الكاميرات وهو أن من يحدد النغمة في الجولات الأخيرة هي حماس من دون شك عدم قدرة المجلس الوزاري المصغر على اتخاذ قرار بشأن غزة أثار انتقاد المحللين الذين رأوا أن ما يحصل هو النتيجة فقدان وزراء المجلس الوزاري المصغر لأي استراتيجية في التعامل مع القطاع إنها مهزلة الكابينة اجتمع وخرج بمقولة لا إلى هنا ولا إلى هناك ولكن في المحصلة كان هناك وقف إطلاق نار رغم أن إسرائيل لم تقبله الحكومة الإسرائيلية عليها أن تشرح الجمهور ما يجري هنا مشغل القوة في إسرائيل على مدى كل السنوات كان رئيس الحكومة ولا أعتقد أن لدى أحد ما خطة يؤمن بها لذلك بقي هذا الواقع المستمر حاليا إلى جانب فشل المجلس الوزاري المصغر في إيجاد حل لمعضلة غزة كان التباين في مواقف وزرائه بارزا ووصل إلى حد الصراخ وتبادل الاتهامات بين الصواريخ والهجمات في غزة تبين أن جلسة الخميس الماضي كانت متوترة ليس فقط بسبب التصعيد في الجنوب بل بسبب مواجهة حصلت وتخلى لها صراخ ملاحظات نازعة بين لبيرمن وكاس وخلال الجلسة تصعدت الأمور وسادت لهجة قاسية وبحسب مصادر مطلعة فأن الحديث بين الاثنين كان مخجلا جدا بالنسبة للمشاركين في الجلسة مراقبون رأوا أن وزراء المجلس الوزاري المصغر الذين قرروا حاليا أن لا يقرروا شيئا لا تسوية ولا سياسة ولا شن عملية أضروا بالردع الإسرائيلي على المدى الطويل الأمر الذي دفع معلقين إلى تشبيههم بالأرانب